منظمة جرين بيس المدافعة عن البيئة تنظم مظاهرات في 47 دولة للمطالبة بالإفراج عن 30 من ناشطيها الذين اعتقلتهم السلطة الروسية في 19 من أيلول سبتمبر بعد قيامهم بمحاولة اقتحام منصة للتنقيب عن النفط المظاهرات التي شهدتها هونغ كونغ نظمت أيضا في أستراليا أعضاء منظمة جرين بيس الذين تجمعوا في سيدني رفعوا صورا للناشطين المعتقلين بينهم صورة كولين روسل الأسترالي الجنسية وزيرة الخارجية الأسترالية تقول لقد أبلغت المصالح المختصة بقلقنا حول هذه القضية والتي نقشناها بوضع الترتيبات الضرورية من خلال القنصرية إننا منشغلون بوضع مواطننا كولين روسل وأخرين الذين تم اتهامهم بالقرصنة نشطاء منظمة جرين بيس الذين تم اعتقالهم في مركز يقع في إقليم مورمانسك في القطب الشمالي يواجهون عقوبة السجن لمدة 15 عاما بعد أن اتهمتهم السلطات الروسية بالقرصنة معتبرة أن عملهم لاحتجاجي خرق للقانون ترجمة نانسي قنقر